مفيش بلد اسمها عربية عربية دي صفة زي فرانكوفونية زي بلاد الأنجلو عالم أستراليا عليه عالم بريطانيا نيوزيلاندا ما تنسوش دي بلد فعلا ما قول مصر بتتكلم عربي قول مصر عربية عادي ما فياش اي حاجة يعني في بلاد عربية البلاد اللي بتتكلم عربي اسمها بلاد عربية مش معنى كده ان هم من جنس العربي العرب وبعدين ما فيش بلد اسمها عرب اسمها السعودية والسعودية مش البلد الوحيدة اللي بتتكلم عربي عشان كده في بلاد عربية وكل البلاد اللي في أفريقيا اللي بتتكلم فرنساوي كلغة أم يعني للبلد عشان كانوا مستعمرين من فرنسا دول بيسموا نفسهم فرانكوفون ما بيقولوش ان هما لا احنا مش فرانكوفون احنا من سنغال مثلا بيقول عادي انا سنغالي فرانكوفون فبلاد الأنجلو هما كلهم لغتهم ترجع للحروف اللاتينية والجريجية معنى صح روما واليونان وقصة بقى بورتغالية وبرازيل وأمريكا اللاتينية كلمة لاتينية دي موجودة بتعمل ايه في الموضوع وما بيقولو امريكا اللاتينية لاتينية ترجع ليه ترجع لحروف اللاتيني واضحة هي يعني لو حد من امريكا الجنوبية قال انا من لاتين امريكا كانوا بيقولو انا من مصر العربية يعني فاهمين قصد ايه صفة لاتين امريكا الامريكا اللي بتتكلم لاتين والامريكا الشمالية وكندا وكده دول انجلو انجلو برضو ترجع للجريجي واللاتيني انا عمري ما قلت اتخلى من مصريتك وقول انك عربي لا قل انك مصري وقول انك عربي قل بقى ان انا اقول لا انا مصري بس مش عربي ده معناها ان هو بيتخلى من اللغة الام بتاعته يعني فيها شوية عنصرية وفيها شوية علمانية فيها شوية خيانة برضو للحضارة الاسلامية العربية خد البقى الكوية ما اسمعاش في الحضارة العربية لان الحضارة العربية دي الجاهلية من قبل الإسلام كلم عن الحضارة العربية الإسلامية وهي أصلا اسمها كده اسمها حضارة هي اسمها الحضارة العربية الإسلامية يعني إحنا عمرنا ما سمنا مصر تركيا مع إن كان فيه أو فرنسية أو إنجليزية أو رومانية أو لاتينية عمرنا ما سمنا نفسنا الحاجات دي ليه لأن كل واحدة فيهم مختلفة يعني عمرنا ما سمنا نفسنا تركيا لأن تركيا ده اسم بلد ما ينفعش أقول مصر تركيا إنما ينفع أقول مصر عربية لأن عربية دي صفة لحال مصر مصر كلم عربي فده مش عرق ولا اسم بلد افتكروا دي هي مش اسم بلد عربية ده مش اسم بلد مفيش بلد اسمها عربية بعدين اسم عربية لما واحد مصري يقول أنا عربي يعني أنا بتكلم عربي أو أنا مصري عربي أو يقول يعني تاحت جمهورية مصر العربية لما بيقول الصفة دي على بلده من هي عربية ده مور دايريكت يعني�로 أكتر من مين بقى اكتر من الناس اللي بيقولوا فرانكوفونية واكتر من الناس اللي بيقولوا انجلو يعني ده تخطيع على الموضوع ان هم الانجليز احتلوا مثلا استراليا فبيسموا نفس اللي بيكلموا انجليزي هناك بيسموا نفسهم انجلو او الاسبان اللي احتلوا لاتين امريكا سموهم لاتين لاتين امريكا ده تخطيع على الموضوع بدل ما يقولوا سبانيش ده تخطيع على الاحتلال اللي هم عملوه بيغطوها بكلمة بس غيروا في الكلمة خلوها بدل ما تبقى Spanish خلوها Latin وكمان Latin عشان ترجع للأوريجن لأن السبانيش عمره ما كان أوريجن الأوريجن كان Latin Latin letters إنما العربي موجود لحد الوقت الأوريجن بتاعه هو هو فعشان كده هو straightforward إحنا بنتكلم إيه؟ بنتكلم عربي مش بنتكلم Spanish Latin ما بنتكلمش Spanish وبعدين السبانيش ده أصله Latin لا العربي أصله عربي عشان كده هي straightforward على طول عربي الراجل التونسي عمره ما هيقول لا أنا مش فرانكفوني أنا تونسي والراجل المغربي عمره ما هيقول لا أنا مش فرانكفوني أنا مغربي هيقول عادي أنا مغربي وفرانكفون لأن مغرب فرانكفونية في حتة في فينزويلا اسمها كولونيا توفار كولونيا توفار دي حتة الناس الفنزويليين اللي عايشين فيها بيكلموا ألماني فبيسموا نفسهم German Venezuelians German Venezuela سويسرة مثلا متقسمة لثلاث حتة أو أربعة فيه في عندهم French Swiss German Swiss و Italian Swiss ما بيكسفوش إن هما يقولوا أنا I'm Swiss French أو I'm French Swiss بيقولش أنا بفرانكفون بقى لأنها يا دي يعني straightforward شميعنا بقى دي straightforward عشان هما إيه في أوروبا إنما بلاد التانية اللي هما أصلا مش من الأرض بيسموا نفسهم إيه فرانكفون كل غيرنا بقى بالطريقة دي يعني إحنا عندنا في سينة مثلا في عرب أصلهم من السعودية بس بيقولوا إحنا عرب وإحنا بنقول إحنا عرب برضو من ناحية هما بيقولوا ناحية النسل إن هما جايين من نسل عربي بس إحنا كمصريين من القاهرة بنقول إحنا عرب من ناحية اللغة فما عندناش التفريقة ما بين فرانكفون وفرانش سويس الفرق بين الاحتلال والفتح لو كانوا فرنسا دخلوه هجموا على البلاد الأفريقية دي وعلموهم فرنساوي غزبا عنهم لأن ما كانش عندهم لغة أي مكتوبة الناس دي فدولهم اللغة الفرنساوي وعلموهم وخلاهم يتكلموا فرنساوي طب ليه ما كان خلاص بقى مدام البلد دي بقى اتبعها فرنسا ما يسموها يسموهم فرنساوين ما سموهمش فرنساوين ليه عنصرية وعشان ده احتلال مش فتح لو كان فتح كانوا يسموهم فرنساوين أنا وانت زي بعض لأن احنا فرنساوين زي بعض فالمهم يعني أنا في رأيي أن الهوية هي البلد اسم البلد أولا ثانيا الحضارة اللي هي متابعها انا متابعين حضارة الإسلامية العربية يعني هوية الإنسان انت بتتبع أني قوانين تبع أني لغة مش بس بلد وخلاص مش بس بلد ودم لأن دم كده ولا كده احنا كلنا نرجع لها ده محاوة ملياش دعوا بقى مصري مش مصري يعني أنا لما أقولك هل تتحدثوا اللغة العربية هل ده معناها أنا باتكلم على هل تتحدثوا الجنس العربي يعني فكروا شوية مش معناها أنا قلت عربية يعني خلاص ده لك بتكلم على الجنس والجنس ده ما تولدش باللغة العربية عربية دي جات كونت زي أي لغة الفرق ببيدي وما بين الناس اللي هي مش قادرة تستوي به الموضوع ده أنا بتكلم عنها لغويا أنا مهم بيتكلموا عنها جينيا في حد طالع بيقولي مصر مستعربة يعني احنا مش عرب بس احنا مستعربين مستعربين لاي ده استهبال يعني ده استهبالين مستعربة يعني عربي يعني هنقول بقى المغرب مستعربة تونس مستعربة لبنان مستعربة هنقعد نقول بقى كل البلاد دي مستعربة كل بلد في دول كان عندهم اصل برضو ما كانتش اللغة الاصل بتاعتهم عربي ان انتوا اصلا ما بتبصلهاش من ناحية اللغة انا بكلم عن ناحية اللغة فحتى في الاصل اللغة ما كانتش اصلهم لغاتهم دي كان الامازيغ بيتكلموا لغة في لبنان كانوا بيتكلموا ارامية يمكن فكان فيه لغات تانية غير العربي فمش معنى كده ان البلاد دي كلها مش عربية فاللي بيقول مستعربين ده يعني عايز يبعد المسافات ما بيننا عايز يخليها زي ما تكون فرانكوفونية او لاتينية يعني كأن مثلا احنا بعيد جدا عن الاصل يعني احنا مش بعيد خالص عن الاصل اصل اللغة مش مثلا زي الامريكاني والانجلوساكسون اللي هو القابل الانجليزي الانجليزي القديم اللي هو الانجليزي الفصحة بتاع ايام شيكسبير او الاسباني اسباني فصحة الله اعلم بقى ده اسباني ايه بس فعلا فيه فرق كبير جدا بين الاسباني بتاع الاتين امريكا والاسباني بتاع اسبانيا وصحيح احنا كبلاد عربية فيه فرق ما بيننا في اللغة العامة اللي احنا بنتكلمها في الشارع بس كلنا عندنا مرجعية واحدة لغة عربية فصحة اللي بيقول إحنا مستعربين ده عايش في جو إن إحنا بلد محتلة من العرب أو عايش في جو إن هو كان استعمار أو احتلال ما جاتش في باله خالص إن ده كان فتح إسلامي وهي دي مشكلة لأن العالم كله ما يعرفش يعني إيه فتح ما فيش غيرنا إحنا كعرب نعرف يعني إيه فتح إحنا في مصر بنقول مثلا دبانة في السعودية بيقولوا زبابة في لبنان بيقولوا مش عارف إيه في تونس بيقولوا حاجة تانية في مغرب بيقولوا حاجة تالتة فملهاش نهاية يعني كل ده السلانج بتاعنا اللي هو الكلام الشعبي إنما كلنا عندنا مرجعية واحدة اللغة العربية الفصحة بنرجع لها إنما مثلا إسبانيا والبلاد اللي هي بتاع تلاتين أمريكا الناس اللي في لاتين أمريكا لو قالوا كلمة ماينفعش الإسباني يقولوا لهم على فكرة الفصحة بتتقال كذا مش هيقدروا يصلحوا لهم لأن ما فيش حاجة اسمها فصحة ونفس الحكاية الأمريكان بيكلموا انجليزي والانجليز نفسهم اللي في بريطانيا بيكلموا انجليزي عندهم الفصحة بتاع الانجليزي ده أنجلوساكسون يعني ما عندهمش لغة فصحة خلاص تراكنت مش مرجعية بالنسبة لهم نعم إحنا عندنا مرجعية زي ما حلو تبقى وطني وتقول إن إحنا كمصريين مسيحيين ومسلمين كلنا بنرجع الجينات بتاعة الفرعنة وإحنا كلنا واحد وبلد واحدة حلو برضو إنك تقول إحنا كبلاد عربية كلنا واحد يعني من منظور أبعد تبقى شايف أبعد كمان يعني إحنا كمسلمين ومسيحيين إحنا مختلفين عن بعض بس إحنا الاتنين واحد في بلد واحدة بإحنا إيه واحد؟ إنما من منظور أبعد شوية إحنا برضو كعرب مختلفين بس كلنا واحد الحاجة اللي بتجمعنا إيه؟ مش بقى بلد اللغة فدي مش حاجة وحشة دي بالعكس دي حاجة مفروض نفتخر بيها وتبقى حاجة بتقوينا مش حاجة نشمائز منها كل ما حدي يجي يقول لك أنت عربي تقول له لا أنا مش عربي أنا مصري أنا عربي وأنا مصري أو أنا مصري عربي الناس بقى اللي بيبهروني جامد قوي اللي هو لما أنا عملت فيديو وقلت في شوية ألفاظ انجليزي كده وقلت كرباً ديتينج ومش عارفية على الهرم قعدوا يكتبوا لي كلمنا عربي يا عم كلمنا عربي يا عم وفي نفس الوقت الناس دي تجي تقول لهم مصر عربية يقول لك لا 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 مصر مصرية مصر مش عربية كلمنا عربي يا عم وكلامي عربي يا عم فعنة لما أقول مصر عربية مش قصدي أقول الجنس العربي هو بس مش قادري يفهم كإني بقول مثلا فنزويلا من بلد لاتينية او امريكا اللاتينية ترجع للاتين الحروف اللاتينية وامريكا انجلوفون كاني بقول امريكا انجلوفون لو رحت قبلت واحد امريكاني قلت له لو هو انسان بيفهم هيقول لي اه عمره ما ينفي ابدا يقول ان انا مش انجلوفون الا لو قبلت واحد اهطل في الشارع ما يعرفش عن ايه انجلوفون هيقعد يقول لي لا لا انا مش انجلوفون انا امريكان يعني عادي ممكن تقابل واحد اهطل يعني زي ما فيه ناس هنا في مصر تيجي تقول لهم تحلي جمهورية مصر العربية اللي بنقولها في المدرسة من وحنا صغيرين يقول لك لا مصر مش عربية بعد ما يكبر قال يعني يكبر بقى وفاق وفهم بقى ان مصر مش عربية زي مثلا وسيم السيسي يقول لك مصر مش عربية نحن نتحدس اللغة العربية ولكن احنا مش عرام نتحدسوا اللغة العربية طب الناس اللي بتصنف لغة الام بتاعتهم لغة بلدهم لغة عربية دول بيصنفوا ايه عرب بس منتهى ببساطة وبعدين مهم جدا تعرف برضو ان في مصر فيها عرب برضو كل القبائل اللي في سيناء دول قبائل عربية وفيها نوبيين برضو وفيها امازيغ من عند سيوة فما ينفعش تقول مصر مش عربية لانها حاجة مش عامة علينا كعرقية فما ينفعش تخلي مصر تبع عرقية واحدة بس فهمتوا قصدي ايه؟ انما ينفع نقول مصر كلها عربية ليه لانها بتكلم عن لغة انما عرقيا ما ينفعش تخلي بلد كلها عرق واحد زي اسرائيل كده فهمت؟ العرب مش معناها عرقية automatically كده العرب ممكن تكون لها معنى تاني المعنى التاني هي ان لغة الام بتاعت الناس دي عربي زي فرانكوفون جاي من فرانكو فرانس جاي من فرانس زي جيرمانيك جاي من جيرماني زي لاتن لاتن امريكا جاي من لاتن زي انجلوفون انجلوفون جاي من انجليش انجلو فبلاش بشكلك منافق في كلامك لان ده نفاق انت بتقول حاجة وبعدين بترجع تقول عكسها زي مثلا الله لا يموت ولكن اللي مات الله بتقول حاجة وعكسها في نفس الجملة او مثلا ايه تاني اللي هو احنا مش عرب بس احنا بنتكلم عربي طب ما هي حضرتك احنا بنتكلم عربي يعني عرب وبرده انا عارف في حد هيجولي في الكومنت هيقولي يعني واحد امريكاني بيتكلم عربي بقى عربي خلاص لا انا بتكلم على اللغة الام بتاعت البلد بتكلمش على اشخاص دلوقتي اوكي اللغة الرسمية بتاعت البلد القاضية بقى هي ان تخيلوا معايا مثلا لو كوين اليزابيث من نسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ده ايه بقى عندكو عندكو ايه بقى الموضوع ده فزي ما انتو مش معتبرين اللغة حاجة مهمة الجينات برضو مش حاجة مهمة وهي رأيكو